من أشكال الحرب المعروفة تاريخياً مشاهدين الحرب النفسية فمن يتمكن من هزيمة خصمه نفسياً تسهل عليه هزيمته عسكرياً ومن يملك القدرة على إحباط جمهور خصمه المساند خارج أرض المعركة يقطع نصف الطريق للإجهاز على خصمه في الميدان فأن تكون أنت مصدر الرواية الوحيد فهذا أقوى الأسليحة قبل بدء المعركة إذا كنت المصدر الأوحد للمعلومة فأنت المتحكم بها إن ارتكبت المجازر أظهرت نفسك للناس على أنك ضحية وأنه زمت في الميدان خبأت فضيحتك وخرجت منتصراً أمام شعبك هذا ما فعلته إسرائيل أمس فقطع الاتصالات وعز القطاع غزة عن العالم الخارجي لم يكن لمجرد تضليل الناس بشأن ما يحدث داخل القطاع المحاصر وإنما كانت حرباً نفسية كبيرة خضتها إسرائيل لكن كيف ذلك؟ في حين لم يتمكن سكان القطاع من الاتصال بالإنترنت مطلقاً ظهرت بكثافة عشرات الحسابات المزيفة بأسماء صحفيين ونشطاء وصفحات ومؤسسات إعلامية تنشر مئات الأخبار التي تهدف إلى الهزيمة النفسية من خلال تصوير القطاع أنه انتهى من شدة القصف وأن إسرائيل تمكنت من اقتحامه والسيطرة عليه لكن بعد وقت قليل تبين أن بعض هذه التغريدات غير صحيح لكن هذه الحسابات لم تنشر فقط أخبار القصف العنيف والإبادة التي أقدمت عليها إسرائيل بل نشرت أخبار كاذبة على الجانب الآخر عن تمكن المقاومة من اعتقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي دون الاستناد إلى أي مصدر ولم تؤكد المقاومة هذا الإدعاء حتى الآن كذلك إسرائيل أيضا على المستوى الرسمي لم تختلف الاستراتيجية كثيرا فالروايات التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي لعملية أمس كانت متباينة أو مترددة في إطلاق وصف واحد على العملية بدءا من الحرب البرية إلى التوسع في العمليات دون وصفها بالاقتحام البري مع تكتم على الحالة الميدانية كيف تفاعل المغاردون مع الحملة الإسرائيلية أمس يقول علي أن كثافة الأخبار المحبطة التي يعتمد أن يتعمد الاحتلال بثها لا تفهم إلا في سياق الحرب النفسية ولا يجب أن نسلم لروايته بالمطلق فهو يستهدفنا بالقدر الذي يستهدف فيه المقاومين على الأرض بحسب علي أما حسام الدين فيحذر من الانسياق وراء الأخبار المضللة على الجانبين لأنها تضر بالمقاومين أكثر وتقول علي أن هدف الاحتلال من قطع الانترنت وفصل الغزة عن العالم يتمثل في إفقاد الناس الأمل وأشعارهم باليأس والتكتم على ما يلقيه جنوده من هزائم على أرض المعركة بعد صمت طويل خرج متحدث باسم جيش الاحتلال وقال أن القوات الإسرائيلية نفتت اقتحاما بريا واستهدفت قادة عسكريين في المقاومة دون تقديم دلائل على حديثه اشتركوا في القناة